اشتركوا في القناة عندما درست الماجستير اشتغلت مع الأمم المتحدة لما بدأت شغلي مع الأمم المتحدة كانت على بدايات الثورة وكنت محبة يعني أنا كنت متحمسة جداً للثورة فكنت حابة أتكلم في السياسة ولكن هذا كان ممنوع طبعاً ليشتغل مع الأمم المتحدة لازم يكون إنسان محايد فهذا كان بالنسبة لي يعني شيء بيضايقني كثير لأنه كنت كل ما حابة أتكلم عن الثورة يعني لازم يكون تحت اسم مش اسمي طبعاً أنا كيمنية لما بسافر برة بشوف أنه وضع بلدي سيء جداً فكان عندي أمل أن هذه الثورة تغير في اليمن أنه توديها على مستقبل أفضل فكنت جداً متحمسة وفي ناس كثير من عائلتي ضايقهم هذا الشيء لما كنت أكتب على الفيسبوك كان يتصلوا فينا من اليمن يقولوا خلاص يقولوا الهنت هدى شوية تحرجنا مش عارفة إيش فوقفت كلام على الفيسبوك وانتقلت على تويتر فكان عندي أمل أن هذه الثورة تغير في اليمن توديها على مستقبل أفضل نحن كنا نلاحظ أنه رويترز في الأخبار بتاعها ما كانتش محايدة كانت شوية ميلة للحكم السابق فأنا كنت بكلم واحد كان جاي من اليمن زيارة بقول ليش أخبار رويترز بهذا الشكل يعني غريب وكالة عالمية مفروض أخبارها تكون محايدة فقل لي أصلاً المراسل تبعهم هو المترجم الخاص للرئيس علي عبدالله صالح منذ أيام ورواد الإنترنت في اليمن يحتجون على تغطية الصحفي محمد صدام وهو أحد مراسل وكالة رويترز الذي يعمل أيضاً كمترجم للرئيس علي عبدالله صالح إنه هذا يعتبر تضار مصالح لأنه مستحيل يكون الصحفي مش هيكون محايد أكيد لأنه بيشتغل مع الحكومة بيأخذ مرتب من الحكومة فبدأنا الحملة سمينا عملنا هاشتاير اسمه shame on Reuters فقلت فرانس 24 عملوا معي انتروبيو على skype هند حسين مدونة يمنية تعيش في بيروت تخبيرنا اليوم عبر الويبكام عن الحملة التي أطلقتها مع أصدقاء لها احتجاجاً على عمل مراسل وكالة رويترز كمترجم للرئيس علي عبدالله صالح فلنسمع إلى شهادتها من بيروت محمد صدام هو مدير مكتب رويترز في اليمن عملوا أكثر من بروجرام عن الموضوع نفس الموضوع ووصل للناس كثير لغاية ما كتبوا عنه New York Times و Washington Post أنا نعرفت في اليمن بموضوع محاربة القات هو نبات مصنف كمخدر في معظم دول العالم مرتبسي بيطعطوه لمدة 9 ساعات بيصرفوه عليه يومياً بمعدل 4 دولار نحن الآن نواجه مشكلة اقتصادية في اليمن ولو حسبتها ستلاقي أن كل الفلوس المواطنين اليمني تروح على القات يعني بيصرف باليوم الواحد 4 دولار مع أنه دخل الفرد في اليمن قلي جداً ومع ذلك بيفضل القات على الأشياء الأساسية يعني ممكن يفضلها على أولادها ممكن يروح يشتري قات وأولادها عندهم نقص تغذية يعني بتصل لهذه الدرجة وكمان في مشاكل اقتصادية على البلد بشكل عام يعني أول شي ألقات أغلب المزارع في اليمن مزارع قات والمشكلة أن ألقات لا يصدر يعني ما ينفعش أن نصدر البلد الثاني لأنه يعتبر مخدر حالياً لما تقولي أنا من اليمن يسألوك على طول أنت بتاكليقات يعني هذا كان شيء ضايقني جداً لأنه أنا كنت تحب أنه لما حد يذكر اليمن يذكر صنعة القديمة المباني الحلوة في صنعة يذكر جبال خضراء الأب يذكر حضراموت يعني يذكر الأشياء الحلوة الموجودة في بلادنا بس أنه يرتبط اسم اليمن باسم مخدر فأنا عملت هاشتاغ حددت أنه 12 يناير لأنه كان قبلها بعشر يام قلت يكون زي روترز وقت قصير عشان الناس ما يملوش يعني فكرة أنه المرأة لازم تكون عنيفة عشان تكون قوية هذا فكرة شايفها غلط يعني يعني المفروض الأنثى تكون أنثى زي ما هي وفي نفس الوقت تكون قوية وقدر أنها توقف يعني أدحالها أن تدقلوها في اللبنان في ناس يعتقدوا أنه الواحد إذا خرج من بلده أنه مش حيقدر يساعد البلد وأنه اللي موجود في البلد هو بس اللي لها الحق أنه يتكلم وأنه يدافع عن بلده أو يتكلم في قضية معينة ولكن أنا حابة أغير هذا الموضوع في كثير مقتربين نفسهم أنهم يحسنوا بلدهم ويمكن على العكس إحنا اللي برة بنشوف بنعمل مقارنة بين البلد اللي إحنا فيها مثلاً وبين بلدنا ونتمنى بلدنا مثلاً تتحسن في شي معين فيكون حماسنا أكثر إنه إحنا نغير أحب أن أنا أشارك في التنمية في اليمن أحب أن أشوف بلدي تنموين تتحسن خاصة إنه المواضيع التنموية ما فيش حد بيهتم فيها يعني عادةً بيهتموا بس في السياسة نغير رئيس نجيب رئيس ولكن بعدين اللي بيطلع مش بيهتم بالتنمية برضه بيعمل نفس الخطأ لو كانت المرأة الشكل مضمون يعني ياريت يكون خير وبركة ولكن المضمون أهم أكيد من الشكل أنا طموحة أنا متمردة أنا حالمة أنا امرأة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر